هذا ونفى مصدر في حماس للحدث أن يكون مقترح الخروج الآمن للسنوار قد عرض على الحركة المصدر ذاته أكد أن مقترح الخروج الآمن للسنوار غير معقول ولا مقبول ولا منطقي مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل ترفض تقديم موافقات مكتوبة خلال المفاوضات كما ترفض الإفراج عن 65 من المحكومين بالمؤبدي لديها ومن القاهرة معنا أستاذ العلاقات الدودلية الدكتور حامد فارس تحية طيبة ضيفي الكريم بداية كيف تقرأ رد حماس على العرض الذي قالت أنها لم تتسلم وهو المتعلق بالخروج الآمن للسنوار ومن يريده من قطاع غزة أهلا بحضرتك أستاذ رولا وأهلا بالسادة مشاهدي العربية الحدث أرى أنه بالفعل اقتراح غير معقول وغير مقبول ولن تقبل به حماس بأي حال من الأحوال لأن طبيعة وشخصية الصنوار هي شخصية تتمسك بالوجود داخل الأرض الفلسطينية بالإضافة أيضا إلى أن الصنوار إذا قام بذلك وتم تنفيذ هذا العرض والخروج فإن حماس تكون قد خرقت من الباب الضيق للأبد بالنسبة للشعب الفلسطيني وهذا سينظر إليها بشكل قاطع وليس بشكل جزئي على أنها تخون الشعب الفلسطيني وهو ما لن يسمح به قادة حماس ولا حتى الصنوار وهذا العرض في ظن وتقديري لم يتم عرضه على حماس حتى هذه اللحظة لأن الجيش الإسرائيلي لديه أهداف محددة داخل قطاع غزة وأيضا لديه رؤى حقيقية في استمرار تكريس الاحتلال في شمال قطاع غزة تحديدا وقام حضرتك أشارتي في تقريرك هو يرغف في إقامة منطقة عازلة عسكرية في شمال القطاع ونقل ما لا يقل عن 300 ألف من من يقيمون في شمال قطاع غزة إلى الجنوب نعم سيد دكتور حامد ولكن هذا الطلب إذا ما عدنا بالتاريخ إلى ما يقارب 42 عاما جرى السيناريو أو ما يقاربه في بيروت عندما طلب من منظمة التحرير الخروج هي رفضت بداية ولكنها عادت وخرجت على أنقاض بيروت ألا يشكل رفض حماس الآن تأجيلا فقط لهذا الموضوع كما حصل في السابق يعني حماس في ظني وتقديري لا يعنيها قطاع غزة قطاع غزة دمر بالكامل عن بقرة أبيه في وجود حماس ما لا يقل عن استشهاد 50 ألف فلسطيني وتدمير البنية التحتية وتحويل قطاع غزة بالكامل إلى سياسة واتباع سياسة الأرض المحروقة وأصبح غير قابل للعيش داخل قطاع غزة ولنا أن نتذكر تصرحات المسؤولين في حماس أكثر من مرة أن الحرقة لا يعنيها إلا الأمان الشخصي لقياداتها فقط وبالتالي في ظني وتقديري أن حماس لا يعنيها قطاع غزة وبالتالي هي تريد استمرار هذه الحرب لأن استمرار حماس في العند والمقابرة يحقق لها أهدفها من استمرار هذه الحرب وهو البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة وأيضا الحفاظ على قيادات حماس وهي السيطرة وبشكل قاطع على الكثير والكثير من المحتجزين والرهائن لديهم وهذا هو السلاح الأخير ويعلم القاسي والداني أن حماس تراهن على الرهان الأخير في هذه الحرب وهو على الرهائن والمحتجزين وحتى أن الجانب الآخر الجانب الإسرائيلي لا يرغب أيضا في وقف هذه الحرب كلا الطرفين يريدان جر المنطقة جرا إلى تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب أمن المنطقة حماس برغبتها في استمرار الحرب والسعي إلى جر دول المنطقة المواجهة مع إسرائيل وإسرائيل أيضا التي قالت الوثيقة السرية المصربة من شعبة الاستخبارات العسكرية أنها نجحت في القضاء على حوالي 70% من أسلحة حماس سنعود لهذه المواضيع نقطة نقطة يا دكتور ولكن دعني أرحب بداية بضيفي من واشنطن السيد يوسف وهو إعلامي مختص في الشأن الأمريكي والدولي سيد يوسف بداية هناك مقترح أمريكي جديد ما زلنا ننتظره هل تسرب أي معلومات عما يمكن أن يحمله هذا المقترح الجديد؟ نعم أولا برحب حضرتك وضيفك الكريم وطبعا جمهورك الكريم خلينا أولا نتحدث عن الموقف بشكل عام الآن فيما يتعلق بواشنطن واشنطن تريد أن توقف هذه الحرب بأي شكل إدارة الحالية إدارة جو بايدن تريد أن توقف هذه الحرب لأنها مقبلة على الانتخابات وهذا الموقف سيحسن من موقف هذا يعني القرار إن حدث سيحسن من موقفها بشكل كبير لدى الناخبين الأمريكي خصوصا المسلمين منهم هناك مقترحات كثيرة هناك أحاديث كثيرة المشكلة ليست في المقترحات الأمريكية سبق وأن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة كاملة متكاملة للسلام رفضها نتنياهو المشكلة في نتنياهو نتنياهو يقود حكومة يمنية متطرفة لا تريد إنهاء هذه الحرب هو فقط يعني يساعد كل يوم في كل اتجاه يحاول أن يعني يطيل أمد هذه الحرب وهذه الأزمة إلى نعم هؤدوا لسيد يوسف معروفين أنا أود أن أعرف هل هناك أي تسريبات حول المقترحات الأمريكية الجديدة لأنه سنسأل بعدها يعني ننتقل بعدها لعدة محاور على أساسها هل هناك تسريبات أم لا؟ لا توجد تسريبات حتى الآن نعم نعم أعود إلى ضيفي من القاهرة حتى من دون وجود أي تسريبات حماس أعلنت بأنها ترفض تقريبا أي مقترح أو قالت بما هو أنها توافق على وقف إطلاق النار وفق المقترحات الأمريكية السابقة ألا يعني هذا رفضا لأي مقترحات جديدة وبالتالي هي أيضا تضع نفسها بحالة أنها لا تريد أن يتوقف ما يجري في غزة يا أستاذ الرولى علينا أن ندرك أن كلا الطرفين لا يرغبان في هدنة داخل قطاع غزة حماس ليس لديها إلا سلاح الأسرة والمحتجزين وإن تخلت عن هذا السلاح في المرحلة الأولى وبالعدد الذي يرغب نتنياهو أرى أن حماس تكون قد كتبت نهايتها بشكل كبير داخل قطاع غزة لأنها ليس لديها أي أسلحة أخرى لتوجودها في السلطة وبالتالي هي تريد تأخير أي تعامل في هذه الصفقة وقالت بالحرف الواحد أنها رغبة في تنفيذ المقترح الأمريكي بثلاث مرحل والذي تم التوافق عليه في عدة نقاط 17 نقطة تم التوافق على 14 نقطة ولكن النقاط الثلاثة الأخيرة هي النقاط الأهم وهنا نبدأ أن ننظر إلى الجانب الإسرائيلي الذي لا يرغب أيضا في وقف إطلاق النار هنا نتحدث عن الانسحاب من معبر رفح الانسحاب من ممر فلاديلفي وأيضا الانسحاب من شمال قطاع غزة وخروج القوات الإسرائيلية من ممر نتسريم كل ذلك لن يحدث في ظل أن كل الأوضاع في داخل قطاع غزة تؤكد على أن حماس قد انهارت ليس لديها أي قدرة عسكرية الآن على مجابهة إسرائيل والسلاح الأكثر تمسكا به هو السلاح الأسرة والمحتجزين والتي أصلا قال نتنياهو وضوحا بمؤتمر الصحفي بأن أمن إسرائيل بما معناه أهم من هؤلاء الرهان أعود إلى ضيفي في واشنطن السيد يوسف سيد يوسف هناك مساعدات أمريكية للجيش المصري وهذه لم تحصل منذ فترة هل ممكن لهذه المساعدات أن تشكل فارقا أو أن تشكل حلحلة بما يتعلق بمحور فلادلفي ومعبر رفح وانتسريم؟ نعم هذه النقطة المحورية هنا في الإعلام الأمريكي لكن المشكلة في نتنياهو وأقولها مرة أخرى نتنياهو يريد أن يسيطر على محور فلادلفي حتى بعد انتهاء هذه المعركة ويريد أن يقول أن هناك حدودا جديدة وواقعا جديد فرضته هذه العمليات العسكرية الطويلة هو يريد أن يخرج بأي انتصاري يقول أنه قتل المئات من القيادات الوسطى في حماس يقول طبعا هو اغتال إسماعيل هنية ويغتال كل يوم قائد في حزب الله اللبناني يصعد هنا وهناك هذه المساعدات الأمريكية طبعا هي مبنية على علاقات قوية أساسا بين الولايات المتحدة ومصر طوال الوقت وتوافق وتنسيق عسكري متواجد بين مصر والولايات المتحدة طوال الوقت لكن في نقطة محور فلادلفي تحديدا هي فقط بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وبيد التفاهم المرتقب فيما يتعلق بالمقترح الأمريكي الذي إذا قبله نتنياهو فإنه بالتأكيد سيكون فيه متمسك بالسيطرة على محور فلادلفي طبعا هذا الأمر لا يرضي الأمريكيين لأن هذه نقطة في غاية الأهمية والخطورة وأيضا تتعلق بالعملية العسكرية أو ببدايات العملية العسكرية في بداياتها لكن موقف نتنياهو هنا موجود وظاهر للعيان وهو رد وهو أعلنه صراحة بأنه لن يتوقف ولن تتوقف هذه الحرب إلا بتحقيق أهدافها القضاء على حماس استعادة الرهائن وتأمين أمن إسرائيل نعود إلى ضيفي في القاهرة لماذا برأيك أن حماس رغم حضرتك كل ما قلته بأنها منهارة عسكريا وحتى أن هناك وثائق تتحدث أو كشف عنها وكشف عنها يؤاف جالنت عن الصعوبات التي تواجهها حماس على الأرض لماذا ما تزال مصر حماس على عدم تقديم أي تنازل حتى الآن لأنها ليس لديها ما تقدم خياراتها أصبحت خيارات قليلة حجم المنورة أصبح قليل حماس ليس لديها القدرة لا العسكرية ولا السياسية على التواجد الآن في قطاع غزة لأن قطاع غزة بالكامل انهار على كافة المستويات وعلى كافة الأصعضة وحتى على المستوى الإنساني وكما حضرتك أشارتي أن شعبة الاستغبارات العسكرية الإسرائيلية قالت أن هناك وثيقة مصربة من رافع سلامة إلى يحيى الصنوار وشقيقه محمد الصنوار تقول أن حماس تم القضاء بشكل كبير على حوالي 70% من الأسلحة 95% من السواريخ 50% من قدرات الحرقة والمقاتلين ولم يتبقى إلا 20% فقط من قدرات حماس داخل قطاع غزة وهذا هو التصريح الذي يؤكد على أن إسرائيل نجحت في تحقيق أهدافها العسكرية ولكن هل إسرائيل بالفعل تريد وقف الحرب؟ لا إسرائيل تريد استمرار هذه الحرب تريد تكريس الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع تريد السيطرة بشكل قاطع على ممر فلاديلفيا رغم التصريح حاطل أخيرا للنهاردة لسه حضرتك بتشيري إليها من أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن هناك تسعة أنفاق في محور فلاديلفيا تم غير موجودة وغير الفتحة الأخرى بالنسبة للجانب المصري هي غير موجودة وبالتالي مصري قضت على كل الأنفاق في العام 2017 ولم يعد هناك أي حضرة إسرائيلية للتواجد في ممر فلاديلفيا ولكن أريد العودة إلى ضيفي في واشنطن لأستغل الوقت إسرائيل أيضا سيد يوسف أعلنت عن إنجازاتها في محور فلاديلفيا والقطاع هي تحدثت عن تدمير حوالي 13 كيلومتر من الأنفاق بداية هذه الأرقام وما تعلنه ليس بالجديد هل هذه رسالة سياسية تقول لحكومتها بأن أنجزت المهمة ويمكن إيقاف الحرب والذهاب إلى صفقة أم أنها رسالة أيضا إلى الداخل بأن الجيش يقوم بإنجازات في غزة وليس كما يتم اتهامه بأن أو اتهام الحكومة بأنه لا يتم عمل أو تنفيذ لما تقوله الحكومة داخل القطاع نعم الاثنان معا هذا ما أردت أن أشرحه في السؤال السابق هناك حركة كبيرة الدركة الإسرائيل حركة مناهضة للحكومة الحالية هناك مظاهرات شاهدنا 400 ألف متظاهر خرجوا قبل أمين هناك تصرحات يعني لافتة من حزب شاس اليميني المتشدد الديني يتحدث عن ضرورة أن تكون هناك حكومة وطنية لإقرار اتفاق وقف إطلاق النار والخروج من هذه الحرب جالانت يتحدث عن نصر عسكري وأنهم قاموا بتدمير الأنفاق وقضوا على أكثر من 75% من قدرات حماس العسكرية كل هذا يصب في اتجاه واحد وهو اتجاه وقف الحرب الذي بات الآن أكبر من أي وقت مضى في إسرائيل لكن هذا ما طرحته عليك في البداية وقلت لي بأن هذا شيء معلوم المعلوم هنا فقط هو أن نتنياهو يريد استمرار الحرب لكن غير المعلوم أن هناك تطورات يومية في إسرائيل في الاتجاه المعاكس لا نتحدث هنا فقط عن الجانب الأمريكي الذي قام بسحب حاملة طائرات كبيرة وقال بذلك أنه خفف التصعيد أو أن حربا كبيرة شاملة في المنطقة لن تكون قائمة في الأيام المقبلة لكن نتحدث عن مواقف مهمة جدا داخل إسرائيل وهي المواقف المحركة للنشاطات اليومية لرئيس الوزارة الإسرائيلية هذه النشاطات اليومية الإسرائيلية سواء فيما تعلق بالمظاهرات سواء فيما تعلق بتصريحات الأحزاب وطحت سيد يوسف لكن للأسف انتهى وقتنا كنت معنا من واشنطن سيد يوسف وهو أنت إعلامي متخصص في الشأن الأمريكي والدولي وأيضا من القاهرة كان معنا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس شكرا لكم ضيفي الكريمين